ومن أحب قوما حشر معهم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين لا يليق أبدا إذن برجل ينتمي إلى العلم أن يغتر بهذا الذي يفعل في هذا الزمان من الاحتفال بهذه الأعياب بل لا يليق بأحد العلم أن يذهبوا إلى معابد الكفار في الكنائس ليحتفلوا معهم بتلك الأعياب الشركية الكفرية الباطلة فلا يغتر الناس بأنهم رأوا مثلا فلانا من المشايخ أو من الدعاء يجلس مع النصارى يحتفلوا بالعيد معهم كما يحتفلون هذا بالله لا يجوز لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينة قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يعني أتريدون أن تقيموا الحجة على أنفسكم من الله إن عذبكم لأنكم اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين وإن من الحق الواجب بيانه في هذا الزمان أن يعلم الناس أنه لا يجوز لنا البتة أن نترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى أو أن نترك التحاكم إلى شريعته ولا يجوز أن نجعل هذه الشريعة محل استفتاء فإن القضية تتعلق بالإيمان قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وعطعنا وإلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وإن من الحق الواجب بيانه في هذا الزمان كذلك أن نبين للناس أن نبين للناس أن الذين أفتوا بحرمة النقاب وبحرمة الختام قد ارتكبوا جريمة في شرع الله عز وجل لأنهم حرموا ما شرعه الله لا نقول ما أحله الله وإنما نقول حرموا ما شرعه الله إن جماهير العلماء على مدى ما يزيد على أربعة عشر قرن من الزمان ما قال أحد منهم بحرمة النقاب ولأنه بضعة في الإسلام ولا قال أحد منهم بحرمة الختام ولأنه عادة جاهلية أخذها المسلمون من الفراعنة الكفار أبدا أبدا ما قال ذلك إلا هؤلاء الخلوف الذين ضيعوا أمانة العلم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإيتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إن الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وإن من الحق الواجب بيانه أن يعلم المسلمون دميعا أنه لا يجوز للمسلمين أن يسلموا إمرأة أسلمت طواعية واختيارة لا كراهية وإجبارة لا يجوز لهم أن يسلموا تلك المرأة إلى الكفار ليفتروها عن دينها أو يردوها عن الحق الذي عرفته فإن ذلك والله حرام مخالف لنص صريح نزل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد مع الكفار لما عقد مع الكفار صلح الحديبية لما عقد هذا العقد كان من شروطه وعلى أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته إلينا وفي رواية وأصل الحديث ثابت في الصحيح وفي رواية أن الكفار قالوا وعلى أن لا يأتيك منا أحد إلا رددته إلينا فلما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية على ذلك نزلت آيات سورة الممتحنة وفي هذه السورة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم إن تلك الآية كما قال الحافظ بن كثير مع هذه الرواية دليل على أن القرآن يخصص السنة وعلى طريقة بعض السنف أن القرآن ناسخ لهذه السنة إن النساء لا يجوز البتة أن يسلمهن إلى الكفار حتى ولو كان بيننا وبين الكفار عقد وعهد وميثاق أن من أسلم منهم نعيده إليهم فكيف ونحن في بلاد المسلمين وليس بيننا وبين الكفار هذا العهد وهذا الميثاق إن تلك جريمة لا تجوزوا لا تتفقوا مع حقوق الإخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من الحديث عبد الله بن عمر المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من سيجيب عن رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يسأل عن هذه المرأة التي فتنت أو قتلت لأنها أصرت على الحق وأصرت على هذا الدين الذي عرفته طواعية واختيارا وأمنت برب العالمين سبحانه وتعالى إن هذه الحقوق ينبغي أن تبين للناس وأن يعلموا أنهم آثمون إن لم ينكروا هذه المنكرات التي تجري نعم قد يسع العالم أحيانا أن يسكت عن شيء من الحق يضر الناس العلم به ويحدث فتنة أحيانا نعم فإن ذلك من الأمور المعتبرة التي دلت عليها النصوص فإن علي رضي الله تعالى عنه ثبت عنه كما في صحيح البخاري أنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وأخذ هذه الجملة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مع حديث أبي هريرة الثابت في صحيح البخاري الذي فيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائيني بثثت أحدهما ولو بثثت الآخر لقطع مني هذا البلعوم يقول الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذه الجملة قال قال معلقا على هذه الجملة نعم قد يترك نشر بعض الحق والعلم لأن المصلحة في ذلك قال هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح أو الذنب أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه فإنه من البينات والهدى وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقتل ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلانية إحياء للسنة فله ما نوى وله أجر وإن غلط في اجتهاده وتماما للفائدة نذكر أيضا ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة قال وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرانيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي قال وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقول بدعة وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب والله أعلم ومما ينبغي أن يكون من آثار الإيمان بسم الله الحق أن يسلم المؤمن لأحكام الله الشرعية وليأحكام الله القدرية ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع شرعاً إلا لأنه الحق العليم الحكيم ولا قضى قضاء إلا لأنه الحق العليم الحكيم وأن من ظن أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه مصيبة أو ابتلاء لأنه يريد أن يؤذيه أو يريد أن يعبث به فهذا من سوء الظن بالله نعوذ بالله من سوء الظن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسنه وأن يوفقنا للحق ويثبتنا عليه